أم فيصل تقول يعني بعض الناس يريد يحب أن يطبق سنة النبي عليه الصلاة والسلام في تغيير الشيب تقول فيلجأ إلى الصبغ بالسوال أختي أم فيصل بارك الله فيك صحة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال غيروا هذا الشيب ولما جاء بوالدي أبي بكر الصديق وكان رأسه يعني أبيضا اشتعل الرأسه شيبا وإلحيته شيبا قال غيروا هذا الشيب غيروا هذا الشيب وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحث على تغيير الشيب والصحابة رضي الله عنهم كانوا يصبغون بالحنة ويصبغون أيضا بيصفرون لحاهم ولذلك تغيير الشيب سنة وليس فريضة يعني ليس أمرا واجبا بل سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام اختلف العلماء هل يجوز الصبغ بالسواد على ثلاثة أقوال قول ذهب إلى المنع مطلقا وقالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال واجنبوه السواد وذكر قال سيكون أقواب في آخر الزمان لا يدخلون الجنة ذكر قال بأن يصبغون بالسواد كحواصل الحمام هناك من ذهب بأنه يجوز قالوا لأن اللفظة الأولى هذه ليست محفوظة واجنبوه السواد وقالوا بأن هذا إخبار مثل ما أخبر النبي عن التطاول في البنيان هذا ما يدل على أنه حرام هذا علامة من علامات الساعة ولذلك قالوا يجوز الصبغ بالسواد بعض العلماء توصت قالوا يصبغ مثلا بالسواد جنس من الناس مثلا ولي الأمر مثلا في المعركة مثلا يعني هكذا قالوا اللي يظهر والله أعلم أنه ما دام هناك أصبغ قريبة من السواد مثل الكتم الكتم هذا قريب من السواد فترك الصمغ بالسواد واللجوء إلى الكتم أفضل أفضل لكن لو حصل وصبغ لا نستطيع أن ننكر عليه وذلك لأن هذا القول عليه جمع من أهل العلم ترجمة نانسي قنقر